استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بقصر الصافرية هذا اليوم سماحت السيد عبدالله الغريفي حيث قدم لجلالته أطيب التهاني والتبركات بمناسبة شهر رمضان الكريم ضارعا إلى المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة والعافية وعلى مملكة البحرين وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار وقد رحب حضرة صاحب الجلالة بالجميع وبادلهم التهاني بالشهر الفضيل منوها إلى أن انسجام المشاعر الإنسانية في أمتنا الإسلامية يرسخ عزتها ويديم قوتها ويحفظ حقوقها ويحقق أسباب المنع والعنوان الحقيقي للأخوة الإنسانية المستمدة من المنهج الإسلامي القويم القائم على الرحمة والتسامح وقبول الآخر وأثنى جلالته على جهود سماحة السيد عبدالله الغريفي في بحوثه الدينية والإرشادية مؤكدا أن رجال الدين بمملكة البحرين هم القدوة والمثل في الدين والخلق والخطاب الراشد المستنير لأنهم يسهمون في النهوض ببناء أوطانهم ويسعون إلى ترسيخ مفاهيم الخير والسلام والمحبة ببصيرة الحكمة ورشد الموعظة الحسنة اشتركوا في القناة